السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اوعد شيل الشيلة لوحدك ووعد شيل الشيلة لوحدك تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم لما تعمل أي حاجة في حياتك أو تعملي أي حاجة في حياتك سواء شغل أو دراسة أو اختراع أو تألف كتاب أو إلقاء محاضرة أو عمل أي طاعة أو أي شيء فأكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بلا كده بننخلع من حولنا وقوة أو نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلجأ إلى حول الله وقوته يبقى بدل ما الواحد يشيل الشيلة الوحدة لا تأتي الإعانة ويأتي المدد والتوفيق من الله عز وجل بحوله وقوته بس بشرط أن احنا برضو ناخد بالأسباب لأن الأسباب يعني وإن كانت هي لا تنفع وحدها إلا بأمر مسبب الأسباب بس من كمال التوكل أن احنا نتوكل على الله ونملأ قلوبنا ثقة ويقين وحسن ظن بالله وفي نفس الوقت ناخد بالأسباب قال صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة وقال صلى الله عليه وآله وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله لا حول عن الفشل ولا قوة على النجاح إلا بالله لا حول عن العجز ولا قوة على الإنجاز والتوفيق إلا بالله فأكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله وستروا المدد والإعانة والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ويكون شعاركم دائما كما قال شعيب عليه السلام وما توفيقي إلا بالله أسأل الله عز وجل أن يرزقكم سعادة الدنيا والآخرة وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته